جريمة القتل المروع التي راح ضحيتها طفل موسى ولا البلغ من العمر سبعة أعوام على يد زوجة أبيه دفعت إلى تزايد المطالبات الحقوقية بتشريع قانون يحمل أطفال من العنف الأسري في العراق هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعنيف الأسري تشيب وضوح إلى تفاقم ظاهرة العنف الأسري نتيجة غياب القوانين التي تضع حدوداً لتلك الانتهاكات رغم المطالبات بضرورة تشريعها فضلاً عن الظروف الاقتصادية المتدهورة التي فاقمت من الأزمة مختصون الشمعيون بيّنوا أن تصاعد حالات العنف الأسري جاء بسبب غياب المعالجات الحكومية ونقص التوعية الثقافية وإقامة الورش بشأن موضوع العنف الأسري والسلبيات مشيرين إلى أن المعنفين قد يفارقون الحياة ولا يعلن عنهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف حذرت من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين الذي يبلغ مساويات خطيرة حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب ناشطون وجمعيات حقوقية طالبوا بضرورة الإسراء بتشريع قانون يحمل أطفال من العنف الأسري منتقدين بقاء مشروع قانون منهضة العنف الأسري مركونا داخل البرلمان الحالي حتى الآن حيث كانت حكومة الكاظمي قد أقرت عام 2020 مشروع قانون منهضة العنف الأسري وأرسلته إلى البرلمان الذي لم يتمكن من أقراره وسط تجاذبات وعراقيل وضعتها أحزاب عديدة أبرزها حزب الدعوة وعلى الرغم من محاولات المنظمات الدولية تقديم دعم إلى العراق بهدف إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع معدلات العنف الأسري وسن قوانين تهدف إلى الحد منه أفشلت الاعتراضات السياسية والحزبية حتى الآن أي مشروع يرمي لمعالجة المشكلات التي تعانيها الأسرة العراقية ومحوادث الجرائم المروعة التي يتعرض لها الأطفال والنساء إلا دليل وشاهد على ذلك